أهلنا وسهلا بكم أصدقائي في هذا الدرس سنقوم بتعريفكم على موقع مهم جدا ويلزم كل مستخدم على الإنترنت التسجيل بهذا الموقع وهو موقع gravatar.com طبعا ما هي أهمية هذا الموقع؟ موقع gravatar.com يجعلك تعمل زي صورة شخصية خاصة بك أو علامة اسمية وصورية خاصة بك على الإنترنت فهي عبارة عن globally recognizer avatar يعني هي عبارة عن شكل وصورة خاصة فيك على مستوى العالم طبعا ما هي أشهر المواقع التي تستخدم القرافاتار؟ في عنا زي موقع WordPress، موقع Discuss، موقع GitHub، في مواقع زي Stack Overflow كل هم بيستخدموا الأفاتار يعني ما فيش عندهم أنك تقدر تحط صورة شخصية لإلك لا تستخدم موقع أفاتار مباشرة تأخذ الصورة الشخصية الخاصة فيك عن طريق موقع أفاتار طبعا أيضا إحنا مستخدم في موقعنا AN بالعربي موقع اللي هو Govatar عشان نحصل على الصورة الشخصية الخاصة بك فبدنا نروح مثلا أورجيكم كيف ممكن نتسجل في الموقع بتروح تكبس هنا في على زر على جوجل طبعا رح يسألك إنك تدخل على الموقع مثلا في أكاونت خاصة فيك وأنا رح أروح أدخل باستخدام موقعنا اللي هو مثلا Encademy.com فبدنا نروح هون Add Account رح أختار Encademy و رح نعمل sign in على الموقع أوكي طبعا رح يسألك موقعنا AN بالعربي إنك تأخذ offline access على الموقع فرح أعمل له allow وعشان نقدم نسجل في موقعنا AN بالعربي طبعا نمكن تسجل عن طريق فيسبوك برضو أوكي هلا أنا سجدت في الموقع تمام تلاحظت سجدت في الموقع هون بعطيني مرحباً Encademy بتلاحظنا في عندي صورة هون هلا أغلب إنه عندكم ما في عندكم صورة لكن أنا في عندي صورة السبب إنه أنا مسجل في موقع اسمه gravatar فبدك تسجل في موقع gravatar تروح sign in طبعا عشان تعمل sign in في موقع gravatar لازم تكون عندك wordpress account يعني عندك اشتراك على موقع wordpress فأنا راح أدخل طبعا ممكن تعمل create account تحط اسمك مثلاً فهد العنزي.wordpress.com مباشرة فإحنا عمليين أكاونت بصلا يجي داخل email username password بالدرجع هون في عندنا ال email username راح أدخل باستخدام الكاريمي الأكاونت الموجود عندي هون فالlogin عن طريق gravatar لازم يتم عن طريق wordpress هما هيك عملينها فبتدخل على gravatar تلاحظ لنا في عندي هون صورة شخصية اللي هي بتحتوي على email address الخاص فيه آآ بتحتوي كمان على صورة طبعا كيف ممكن تضيف صورة بدك تروح على profile خاص فيك ففي بعض الأمور لازم تدخلها لهم مثلاً في عندك name details فأهم شيء تدخل display name خاص بك الفوتو جالري اذا في عندك صور صور ممكن تدخلها هون اذا عندك موقع فممكن تضيف موقع على wordpress اللي في عندك background ممكن تختار background contact information ممكن تضيف اليميل اليوتيوب جميع الأمور خاصة فيك لكن اهم اشي هون تروح عن my gravatar تروح تضيف add new image اكي تختار upload image بعد ما تختار upload image طبعا بدك تعمل choose the image بعد ما تختار upload image بدك تعمل rating بتعطيه g rated اللي هو اقصى واحدة على اليسار بعدين هي g rated لانها يعني مفيش فيها صور اه اه غير شرعية اه فهو انا في عنا باختار الصورة بهذا الشكل وبعمل confirm فانت بتحدد الصورة الخاصة فيك فاذا بتيجي على موقعنا ايان بالعربي تروح مثلا على المنتدى بعد ما تسجل تروح على المنتديات راح تلاحظ انه فيه لك صورة شخصية بالمقابل مثلا في بعض الاشخاص اه مثلا زي انا احمد ناصر فيه لصورة في صورة الانكاديمي في بعض الاشخاص مثلا اه ما لهم صورة اوكي ما لهم صورة اه لانهم اه مش مش مشتركين مع موقع العالمي للصور فهي يعني دعوة اللي يكون يتسجل في موقع يكون عندك مدونة ممكن يكون عندك مدونة على الوردبريس اه ببساطة جدا بكل سهولة واريحية اه طبعا عن طريق موقع تمتلك الخاصة فيك اللي بيستخدمها موقع زي او موقع حتى ايان بالعربي موقع فحاليا اذا بتروح اي من الموقع سابقة الزكر اه ببساطة جدا راح تشوف انه اه الموقع هاي اخذت صورتك بشكل مباشر بنال على ايميل خاص فيك فبنال على ايميل بتاخذ الصورة وهي يعني شغلة حلوة جدا بدان ماذا كل موقع تسجل فيه تحط الصورة تحط الصورة لا هنا الامور بتتم بشكل سريع وجميل فشكرا لكم اصدقائي هذي اضافة سريعة يعني حبيت اشاركها معكم ان شاء الله يدارس يكون لنال على عجابكم ورضاكم وراكم ان شاء الله في فيديوهات وحلقات قادمة شكرا لكم بالمتابعة